اسرائيل فاجأت الفصائل المسلحة العراقية بكشفها لموقع تستخدمه هذه الفصائل في الداخل الإيراني لكي تتدرب على طبيعة هجمات تنفذها وهي تنفذها الآن في العراق وبكفاءة عالية للغاية وطبعاً اللي كشف عن هذا الموضوع هو بني جانس وزير الدفاع الإسرائيلي والذي تحدث عن موقع يقع في وسط إيران وهو موقع استراتيجي ومهم للغاية وهذا الموقع هو طبعاً في هذه النقطة تقريباً وهو طبعاً اسم الموقع مطار كاشان وهذا طبعاً المطار كما تلاحظون من هذه الأراضي الإيرانية هو يقع إلى جنوب العاصمة الإيرانية طهران على بعد 190 كيلومتر وكذلك الشمال أصفهان هذه محافظة أصفهان على بعد 134 كيلومتراً وطبعاً في هذا الموقع اللي يصير وبحسب ما تحدث بني جانس بأنه يتم تدريب الفصائل المسلحة على عدد من الأمور المتعلقة في الطائرات المسيرة يتعلمون تماماً كيف يصنعون هذه الطائرات وكيف يستخدمونها من أجل القيام بعملية الهجمات وغيرها بأنواعها المتعددة الموجودة في الداخل الإيراني بالتالي هم يكتسبون المعرفة الكاملة وبعد ذلك يتوجهون بالنسبة للفصائل المسلحة العراقية على سبيل المثال أو حتى على مستوى الحوثين أو حتى الموجودين في سوريا أو حتى حزب الله اللبناني يكتسبون هذه الخبرة يذهبون إلى بلدانهم وبالتالي يصنعون الطائرات المسيرة هناك بالتكنولوجيا اللي تعلموها ويقومون باستخدامها على الأهداف اللي طبعاً تحددها إيران وبالاستراتيجيات اللي رايدتها إيران بحسب الأهداف والوضعيات اللي هم رايديها وطبعاً إذا ما دخلنا إلى تفاصيل هذا المطار مطار كاشان ولي حتى نشوفه فيه الأقمار الصناعية سنلاحظ طبعاً عدداً من التفاصيل المهمة هذا هو مطار كاشان هذا هي طبعاً المواقع هذه كما نلاحظ البنايات بهذا الشكل وهذا طبعاً هو المدرج الذي يستخدم بالنسبة للطائرات المسيرة وإذا ما ركزنا على هذه النقطة تحديداً وعدنا إلى شهر 5.2017 قليلاً سنلاحظ هذه الصورة التي تأتي هنا من هذه الطائرات المسيرة الموجودة أمام المبنى والذي تظهر في يوم تحديداً يوم 23.05.2017 وإذا ما أخذنا صورة مقربة أكثر وسوينزوم أكثر على هذه النقطة سنلاحظ أن هذه الطائرات المسيرة هي من نفس النوع كما هو واضح وكذلك هذه الطائرة المسيرة الصغيرة التي تبدو بهذا الشكل تقريباً تشبه طائرة البيتو الأمريكية طبعاً هذه الطائرة اللي دللاحظها الآن هي شاهد 171 الإيرانية وبالنسبة لهذه الطائرتين اللي هي طبعاً واضحة أمامكم بهذا الحجم هي شاهد 129 الإيرانية وإذا أردنا نشوفها بصورة أيضاً واضحة بالنسبة لهذه الطائرات المسيرة الموجودة هي هذه طبعاً شاهد 129 وهذه هي شاهد 171 شاهد 129 معروفة بالنسبة للأراضي اليمنية يستخدموها الحوثيين كثيراً في مهاجمة المملكة العربية السعودية وكذلك بالنسبة لشاهد 171 هي تستخدم كطائرة مسيرة قاصفة في سوريا كذلك إذا ما تقدمنا قليلاً عن 2017 وتوجهنا إلى 2020 وأخذنا شهر 8 2020 سنلاحظ طبعاً في هذه النقطة التي نراها أمامنا بهذا الاتجاه على هذا المدرج سنلاحظ في هذا التاريخ بأن هناك هذه الطائرة اللي هي شاهد 129 وهي تقلع من هذا المطار واضحة هناك سيارات بهذه النقاط وعملية تجارب وتدريب لهذه الطائرة وهي طبعاً مثل ما قلنا شاهد 129 الإيرانية اللي دي يدربون عليها بهذا الشكل وبهذا الأمر المثير وطبعاً إذا ما عدنا إلى التاريخ يعني الآن تحدثنا عن 2017 وعن 2020 واضح أن الفصائل المسلحة العراقية تحديداً هي كانت تتدرب منذ عام 2017 بحسب الأقمار الصناعية إلى 2020 وبعدها ظهرت عدنا في عام 2021 الطائرات المسيرة بالهجوم المثير طبعاً والهجمات المثيرة التي شهدناها على مستوى إقليم كردستان كبداية وبعد ذلك تحولت الأمور إلى قاعدة عين الأسد وغيرها من هذه المناطق فلذلك بني جانس بالنسبة له هو ثبت أمور مهمة متعلقة بهذا الأمر شوف شنو اللي قال بالنسبة لبني جانس وزير الدفاع الإسرائيلي قال الآتي الحرس الثوري يدرب ميليشيات مسلحة متعددة الجنسيات على كيفية استعمال طائرات من دون طيار لمهمات انتحارية أضاف أيضاً ومن ثم تقوم بتوزيع الميليشيات على عدة دول عربية في الشرق الأوسط بضمنها سوريا والعراق ولبنان واليمن وطبعاً بالنسبة للإسرائيليين الآن يضغطون على هذه النقطة وعلى هذا المطار يعني حقيقة الضغط لا يأتي من فراغ هم أصلاً كشفوا عن هذا الموقع منذ فترة طويلة ولكن الآن زادوا من كشف بعض التفاصيل مع التفاصيل التي ظهرت بالأقمار الصناعية والتي عرضناها لكم من أجل أهداف معينة طبعاً هذه التصريحات لبني جانس هي مدروسة للغاية هي تأتي بعد الهجوم بالطائرات المسيرة الأخير اللي صار طبعاً على مطار أربيل في إقليم كردستان وهم يعلمون تماماً الإسرائيليين بأن إقليم كردستان له أهمية ودليل على ذلك أن واحدة من الهجمات اللي صارت على إقليم كردستان وتحديداً على حقيقة قوات التحالف الدولي الموجودة في مطار أربيل قامت الولايات المتحدة الأمريكية بضرب الفصائل المسلحة في سوريا وعادوا مرة ثانية وضربوهم بضربة ثانية فلذلك إقليم كردستان له أهمية وبالتالي هم يريدون استغلال هذه القضية وزيادة الزخم على الناقلة النفطية ميرسور ستريت التي ضربت حقيقة أمام السواحل العمانية وقتل إثنان من عدها وطبعاً ميرسور ستريت هي إسرائيلية وضربت لحد الآن الإسرائيليين حقيقة لم ينتقموا لهذه الناقلة النفطية المهمة وهم لا زالوا لحد الآن يشحنون في هذا الموضوع بالإضافة إلى ذلك بأنهم هم الإسرائيليين الآن يوضحون بأنهم في خطر في ظل هذه التكنولوجيا هم لا يريدون أيضاً حركة الجهاد الإسلامي أو حماس أن يحصلوا على هذه التكنولوجيا وأن تذهب عناصرهم إلى مطار كاشان من أجل أخذ هذه التكنولوجيا الطائرات المسيرة وأن يقوموا بمهاجمة إسرائيل وبالتالي الأمور ستكون مختلفة عن ما حدث لإسرائيل في الفترة الأخيرة مع حركة حماس حركة حماس ضربت إسرائيل بحقيقة العديد من الصواريخ والقبة الحديدية واجهت مشكلة كبيرة في مواجهة هذه الصواريخ فما بالك بالطائرات المسيرة وبالتالي هم لا يريدون هذين الطرفين أن يحصلوا على الطائرات المسيرة المتقدمة من إيران وأيضاً هم يهدفون إلى أمر أساسي ومهم ألا وهو قضية الاتفاقية النووية ومحاولة القضاء على العودة للاتفاقية النووية التي تهدف إليها الولايات المتحدة الأمريكية وتفعيل السناب باك اللي هي طبعاً العودة السريعة إلى العقوبات واللي هي نص موجود في هذه الاتفاقية النووية في ظل أنهم مدى يشوفون الإسرائيليين هناك كثير من المخالفات والضربات وغيرها وتخصيب اليورانيوم العالي ولكن المشكلة بالنسبة للإسرائيليين هناك أخبار يعني قد لا تفرحهم كثيراً يوم أمس هي ظهرت بالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية توجه مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل تقريباً 48 ساعة إلى إيران ووصل إلى عدداً من الاتفاقيات مع الإيرانيين بعد عدد من الشكاوة وطبعاً رافايل غروسي هذا هو رافايل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الرجل بعد تقريرين أصدرهم واحدة من التقارير هي عن عملية التخصيب بنسبة 60% وإنتاج اليورانيوم بهذه النسبة اللي وصل طبعاً إلى 10 كيلو جرام بالإضافة إلى ذلك إلى قضية أنه ليس هناك تعاون بالتقرير الآخر من الإيرانيين كما تحدثت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول قضية الكاميرات أنه مدير يقدرون يسولها صيانة لأنه الإيرانيين مدير يسمحولهم بهذا الأمر وهذا الأمر هو اللي حقق رافايل غروسي والاتفق بيوي الإيرانيين بأنه سامحوا لهم بالتوجه من أجل صيانة الكاميرات وكذلك من أجل تغيير بطاقات الذاكرة الخاصة بهذه الكاميرات ولكن الإيرانيين رفضوا قضية مهمة نسمح لكم بهذه الصيانة وبهذه الأمور ولكن نرفض أن نسلمكم أي بطاقات حقيقة أو الذاكرة المخزنة في هذه الكاميرات من شهر 2021 حتى هذه اللحظة وذلك تطبيقاً لقرار صدر أصلاً في البرلمان أنه طلبوا قضية رفع العقوبات أو نتخذ عدداً من الإجراءات وكانت هذه واحدة من الإجراءات ولكن مع ذلك هناك تفاؤل كبير جداً بأنه ما حدث مع رافايل غروسي وهذا الاتفاق اللي صار بين الأوساط الأمريكية وبين حتى الأوساط الأوروبية وجدوا بأن هناك أملاً أن يكون هناك شيئاً قادماً من هذه القضية وقد تكون هي باب البداية للعودة إلى الاتفاقية النووية بشكل مهم وبشكل واضح ومن أجل الحصول على حقيقة عودة جيدة جداً وإنهاء للكثير من الخلافات أو على الأقل تكون بداية لإنهاء الكثير من الخلافات الموجودة على مستوى الفصائل المسلحة على مستوى طائرات المسيرة أو غيرها طبعاً من هذه الأمور لذلك قضية تكنولوجيا الفصائل المسلحة واستلامها لطائرات المسيرة واضح جداً من هذا الموقع الذي ظهر أمامنا وهو طبعاً مطار كاشان ومن التفاصيل التي ظهرت من الداخل الإيراني أن الفصائل واستخدامها لطائرات المسيرة هو لم يأتي استيراداً من الداخل الإيراني إلى الداخل العراقي لا بالعكس هم امتلكوا الآن الإمكانية لاستخدام هذه الطائرات طبعاً ولصناعتها ولتطويرها حتى وبالتالي قضية التكنولوجيا الطائرات المسيرة دا تزداد في المنطقة وديزداد خطرها في المنطقة والمشكلة هي في خطر استخدامها والطائرات الآن المسيرة الإيرانية واصلة إلى مراحل متقدمة للغاية بحيث تخشى منها دول العالم على مستوى عالي طبعاً للغاية